انطلقت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في قرية مشلة بمركز كفر زيات وقامت بتوقيع الكشف على 1298 مواطنا تم خلال القافلة صرف الدواء بالمجان وتحويل 63 مريضا إلى مستشفى طنطة الجامعي لتلقي العلاج كما شهدت القافلة زراعة 50 شجرة مثمرة على طول الطريق في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ومحو أمية 25 مواطنا